بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يزال هذا المجلس من رحام بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة مدارسة لكتاب الإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف بنا الحديث في فصل جعل فيه المصنف رحمه الله حديثا طيبا عن ربنا سبحانه وتعالى فصل تبتهج به القلوب إجلالا لربها سبحانه وتعالى وهي تعلم أن الله جل جلاله ما خلق الخلق إلا لحكمته ولا أوجدهم إلا لعبادته وهم في هذا الطريق سائرون يبحثون عن مرضات ربهم بكل طريق فصل تناول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يمكن لأحدنا أن يكون أداة تهذب به نفسه وتعالج بها روحه وهو يرى في مسيره إلى الله كيف ينبغي أن يكون عبدا قائما بما يليق بعظمة ربه فيما يؤديه من أقوال وأفعال وما تحمله القلوب من العقائد والأفكار في هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله ذاصلة بما تقدم من حكمة الله في الخلق والاختيار وأن الله عز وجل كما اختار ما شاء من خلقه وفضله على بقية خلقه فإنه سبحانه وتعالى جعل مناط ذلك لحكمة جليلة استأثر بها ربنا عز وجل وهو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار سائلين الله عز وجل أن يكون مجلسا عامرا بالخير والبركة والعلم وأن يكون أحدنا في هذا المجلس تغشاف رحمة الله وتتنزل عليه السكينة فضلا من الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين أما بعد فصل والمقصود أن الله سبحانه اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه فاختصه لنفسه وارتظاه دون غيره فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى وأما خلقه فعام للنوعين هذه قاعدة لما قال الحق سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار فهذان فعلان منسوبان إلى الله الخلق والاختيار ولما خلق الخالق سبحانه خلق الخير والشر والطيب والخبيث وخلق كل ما في هذا الكون سبحانه والله خلقكم وما تعملون هذا خلق الله فالخلق عام فلا شيء في هذا الكون خيره وشره طيبه وخبيثه لا شيء يخرج عن خلق الله فلا خالق إلا الله أما الاختيار فهو أخص من الخلق لأن الله يختار من خلقه ما يشاء فماذا اختار من خلقه سبحانه اختار الطيب ولا يقع الاختيار إلا على الطيب من خلقه قال رحمه الله تعالى الله اختار من كل جنس أطيبه اختار من جنس البشر أطيبهم وهم الأنبياء والرسل عليه السلام واختار من الملائكة أعلاهم منزلة وأرفعهم واختار من الزمان ومن المكان من كل جنس اختار سبحانه وتعالى أطيبه فلك أن تقول إذن بالعكس إذا وقفت على شيء مما اختاره الله عز وجل وفضله فاعلم أنه أطيب شيء في جنسه فإذا جئت إلى الأنبياء والرسل فهم أطيب البشر وإذا جئت إلى الصحابة فهم أطيب الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لأن الله اختارهم وإذا جئت لكل صفة جعلها الله عز وجل مناطة لاختيار فاعلم أنها لصفة وحكمة جعلها الله عز وجل مختارة وإذا جئت للبلاد وهي مكة وهي أحب البلاد إلى الله إذن هي أطيبها ولهذا جاء في الحديث كما مر بكم قال والله ما أحبك من بلد ما أطيبك من بلد وما أحبك إليه فربت الطيبة بالمحبة والاختيار الإلهي وهكذا ستقول في كل زمان اختاره الله كيوم الجمعة وليلتها في الأسبوع كيوم عرفة ويوم النحر في أيام العام فإنها أطيب الأيام عند الله أيام رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر هي أيضا من أطيب أيام العام قال رحمه الله تعالى فكل ما اختصه الله وارتضاه فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب ثم قال فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى وأما خلقه فعام للنوعين أي نوعين؟ الطيب والخبيث والخير والشر لا يخرج شيء من ذلك عن خلقه سبحانه وتعالى نعم وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش واللسان البذيئي نعم وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش واللسان البذيئ والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث هذا أيضا يصلح أن يكون قاعدة عريضة لنا أهل الإسلام فيما يأتي أحدنا وما يذر فيما يفعل ويقول فيما يقوم عليه ويقعد ويصبح ويمسي إذا علمت رعاك الله أن هذا هو قانون الخلق والاختيار الذي جعله الله عز وجل مناطا لما ذكر في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار قال علمت عنوان السعادة والشقاء فلا يراك الله يا عبد الله إلا طيبا عنده سبحانه وهذا معناه أن لا يراك الله عز وجل على شيء من الأقوال والأعمال والعقائد والحركات والسكنات إلا طيبا لتكون عند الله عز وجل كذلك يقول فالعمد الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به هذا بمثابة ميزان لأحدنا يا كرى وهو نوع من تهذيب النفوس ومداوات الأخلاق وتصفية القلوب ومعالجة ما يمر بأحدنا في حياته قال فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلم الكلم الطيب العبد إذا تكلم إن كان عبدا طيبا ويرجو أن يكون عند الله من الطيبين فلا يرضى لنفسه من الكلام الذي يجري على لسانه إلا ما كان كلاما طيبا يرضى الله تعالى به الذي لا يصعد إلى الله إلا هو ما هو؟ الكلم الطيب قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الخبيث سواء كان فحشا في القول أو كفرا باللسان عيادا بالله وما بينهما مما يوصف بأنه خبيث أو قل مما لا يكون طيبا فذاك لا يصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أما الخبيث والمرذول فمردود على صاحبه فبالتالي إذا علم العبد ذلك ورجى أن يكون له عمل يصعد إلى السماء فأي عمل سيأتي؟ الطيب إذا رجى أن يكون كلامه وصوته مذكورا في الملكوت الأعلى فما الذي سيجريه على لسانه؟ الكلم الطيب وما عدا ذلك فلا يصعد قال رحمه الله فله من الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا هو وهو أي العبد الطيب أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال لأن فاحش القول ليس طيبا والتفحش واللسان البذيب يقال فحش في المقال وتفحش في الأفعال فالأفعال الموصوفة بالفحش كذلك يتنزه عنها وينأى بنفسه عن الوقوع فيها واللسان البذيء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث ألا فرحم الله ورحم الله عبداً طيباً ولا يذكر أن زوجته ولا ابنه أو ابنته أو جاره أو صديقه سمع منه يوماً فحشاً أو سباً أو بذاءة في الكلام ولو على سبيل المزاح فإنه لطيبه لا يصدر منه إلا طيب هذا كما يقول المصنف رحمه الله عنوان وسعادة العبد وشقائه لتدركوا رعاكم الله أن من استسهل في هذا الطريق فأجرى أو رضي لنفسه بأن يجري لسانه بالفحش وبذيء القول وساقطه يرجو بذلك مزاحاً وفكاهةً وانبساطاً في بعض مجالسه أو مسايرةً لبعض السفهاء من حوله أو مجاراةً لكلام يدار في المكان الذي هو فيه فذاك قد زلت به القدم وهي سقطة ولا يمكن أن تكون في عداد من وصف الله عز وجل في عباده بالطيبين كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى نعم وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية كذلك لا يألف العبد الطيب من الأعمال إلا أطيبها ما طيب العمل أو متى نقول عن العمل إنه طيب قال الذي اجتمع على حسنه الفطرة السليمة والشريعة النبوية وزكتها العقول الصحيحة فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه بجهده ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه وينصحهم بما ينصح به نفسه ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه وإذا رأى لهم حسنا أذاعه وإذا رأى لهم سيئا كتمه ويقيم أعذارهم ما استطاعا فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا هذه الجمل التي سمعتم رعاكم الله في كلام هذا الإمام الحبري ابن القيم رحمه الله في سمو مراتب العباد التي لا يبلغها إلا الخلص الأصفياء الكمل من البشر وهم قلة من اجتمعت فيه تلك الصفات لعمر الله فهو من صفوة خلق الله أما سمعت ما يقول يقول أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هذه أولى خطوات ما يوصف من الأعمال بأنه طيب أداء حق العبودية لله قال ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه إلى الله بجهده يعني بقدر ما استطاع هذا حق الله فانظر كيف وصف الأعمال الطيبة من العباد الطيبين في تعاملهم مع خلق الله فيما بينهم قال ويحسن إلى خلقه ما استطاع هذا العنوان العام فصله لك في الجمل التالية فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه اجعل نفسك عبد الله في تعاملك مع الخلق من حولك في مقام أحدهم لو عاملك كيف تريده أن يكون معك كما تريد أن يكون الناس معك ينبغي أن تكون أنت كذلك فإذا كنت تنتظر منهم الكلمة الطيبة والابتسامة والإحسان فافعل هذا أنت له إذا كنت تنتظر من أحدهم الملاطفة في القول والإحسان إليك في المعاملة فكن أنت المبتدئ له إذا كان يزعجك ويسوءك من الناس غلظتهم في القول وفحشهم وإساءتهم وجرحهم لمشاعرك فكن أنت أول من يفعل ذلك معهم بترك هذه الأمور إذا كان لا يرضيك من الناس أن يتطاولوا عليك باحتقار أو انتقاص أو سخرية أو استهزاء فينبغي أن يكفأ أحدنا عن الناس ذلك كله قال رحمه الله تعالى ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ويدعوهم مما يحب أن يدعوه منه وينصحهم بما ينصح به نفسه ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه هذه قد تكون من أصعب الأشياء كما قال بعض السلف ليس حسن الجوار أن تكفأ ذاك عن الجار بل الجوار وحسنه أن تتحمل أذى الجار فرق بين المقامين يعني يمكن أن يكون لك في طول جيرتك مع جارك منذ أربعين سنة أنك ما أسأت إليه ولا تعديت عليه يقول ليس هذا حسن الجوار حسن الجوار أن تصبر على أذاه فإذا أساء إليك هو أو أولاده بقصد أو بغير قصد حسن الجوار أن تتحمل ذلك يقول رحمه الله ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه أما هو فيجاهد نفسه ألا يؤذي أحدا فإن وقع عليه أذى من أحدهم تحمله هذا كما نقول في أعلى مراتب السمو الأخلاقي الذي يبلغه الكمل والأصفياء الذين ارتضاهم الله عز وجل بذلك الوصف الكريم الطيبين من عباده سبحانه وتعالى قال رحمه الله ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه هذه أيضا مقابلة تلك هو في ذاته لا يتعدى بلسانه على عرض أحد فلا يذكره بسوء ولا ينتقصه ولا يتهمه ولا يجري على لسانه ما يقوله عنه الآخرون أما هو فإن آذاه أحد وتطاول عليه تصدق بذلك كله وتنازل وسمح وتسامح ورجى أن يكون له عند الله ما وعد به الله عز وجل لما قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ثم ماذا قال الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يرجو أن يكون من أرباب تلك المراتب العلية والمقامات السنية قال رحمه الله تعالى ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه وإذا رأى لهم حسناً أذاعه وإذا رأى لهم سيئاً كتمه ويقيم أعذارهم ما استطاعاً فيما لا يبطل شريعةً ولا يناقض لله أمراً ولا نهياً هذا القانون العام كما قال المصنف هو عنوان وسعادة العبد أو شقائه فمن اختار هذا المسلك عاش الحياة السعيدة نعم ثمنها مرتفع باهظ مكلف ولذلك لا يقوى عليها كل أحد الوصول إلى تلك المراتب لكن تالله من بلغها أو سار في طريقها علم أن هذه هي سعادة الحياة نقاء النفس وصفاء السريرة وأن يغتضي لنفسه من الحياة بأنقاها وأصفاها ولو رأى الناس من حوله يتقاتلون ويتهافتون على ما دون ذلك وتغلبهم شح النفوس وهوى القلوب في المصارعة على شيء من ملذات الحياة فيترفع عن ذلك كله لأنه إنما ارتضى الكمالات وهذه المراتب لا يبلغها إلا القلائل ممن ارتضاهم الله عز وجل ثم الناس في ذلك مراتب فمن بلغ أعلاها وأسماها كان على درب الأنبياء والرسل عليه السلام ولو تصفحت رعاك الله كل هذه الجمل لوجدتها أمثل ما تكون في حياة الأنبياء والرسل الكرام عليه السلام وعلى رأسهم نبي الأمة وهديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تجدها عبارة عبارة ناطقة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتحبب إلى الله يعبده يؤثر مرضاته على هواه يدعو الناس من الأذى يحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه يكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضهم وقد علمت كيف أن قريشاً بمكة قبل الهجرة كم استطالت على عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم وبلغوا به من الأذى كل مبلغ استطاعوا الوصول إليه حتى هموا بقتله أما الكلام فقالوا ساحر وكذاب وشاعر ومجنون وأما الأذى البدني فأرادوا التطاول عليه ووضعوا سل الجزور على ظهره الشريف وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم وكل ذلك تحمله عليه الصلاة والسلام عملاً بقول الحق سبحانه له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما تمكن منهم عليه الصلاة والسلام وجاءت اللحظة التي دانت له فيها الرقاب يوم فتح مكة وهو يسألهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يتحمل عليه الصلاة والسلام أذاهم ولا يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضهم في الجملة هذه الأوصاف مجتمعة اجتمعت في حق الأنبياء والرسل عليه السلام فلهذا كانوا صفوة البشر ثم تدري أي البشر بعدهم أكمل من كان مستجمعاً لهذه الصفات قدراً أكبر والناس في هذا متفاوتون الناس شتى فكلما اجتمع للعبد من هذه الصفات والخلال قدر أكبر كان إلى درجة الأنبياء والرسل عليه السلام وإلى مراتبهم أقرب وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء نسأل الله أن يبلغنا وإياكم أعلى المراتب بفضله وكرمه وله من الأخلاق أيضاً أطيبها وأزكاها ما زال يعدد أوصاف العبد الذي ارتضى لحياته بالطيب الذي جعله الله في الأخلاق والأعمال ذكر الطيب من الأقوال وذكر الطيب من الأفعال والآن يذكر الطيب من الأخلاق نعم وله من الأخلاق أيضاً أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعز والغلظة والتكبر على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمرؤة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته هذا أيضاً من المسادك الطيبة التي يسلكها العبد الطيب المطاعم والمقصود بها المآكر والمشاري وكل ما يرتضيه العبد لنفسه طعاماً يقتات عليه ويكون قوام بدنه عليه يختار من المطاعم أطيبها ليس فقط أن يختار الطعام الطيبة لا بل أطيبه فإن الطيب أصلاً درجات كذلك لكنه يختار أطيبه يعني أصفاه وأنقاه وأبعده عن الشبهات فذلك الطيب الخالص لكن ما كان فيه شبهة ولو بقدر يسير فإن أرباب الورع يكونون أبعد الناس عنه قال أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبيعته تأمر رعاك الله كيف وصف الطعام الطيبة بأنه غذاء للبدن والروح مع سلامة العبد من تبيعته هذه ثلاثة أشياء تدري متى يكون طعامك طيباً إذا غذى بدنك وغذى روحك وسلمت من تبيعته ذاك مال طيب هنيئاً لك وحلال عليك طعام طيب بارك الله لك فيه كثير من الناس لا ينظر إلى الطعام الطيب إلا ما صفى عن الحرام في مكسبه ومن تفع به البدن في نمائه وقوته ويغفلون عن الثالثة التي فيها غذاء للروح انظروا معي خلق الله بن آدم من عنصرين البدن والروح فأما البدن فهي قبضة الطين التي خلق منها أبونا آدم عليه السلام وأما الروح فهي النفخة الإلهية التي سمى بها خلق البشر عن بقية خلق الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فخلق الله لبشر من الطين فهذان عنصران البدن المخلوق من التراب والروح التي هي النفخة الإلهية الجليلة وبهذين العنصرين يعيش ابن آدم في هذه الحياة وكثيرا ما تنصرف الهمم والأوقات وتستهلك الأعمار في غذاء الأبدان والعناية بالأبدان وطب الأبدان وقوت الأبدان وسائر ما تحتاجه الأبدان ولو اقتصر ابن آدم على هذا العنصر لكان كالحيوان فإن الحيوانات كذلك ليس لها إلا أبدانها ليس لها إلا طعامها وشرابها ونكاحها منذ أن تخلق حتى تموت أما ابن آدم فله شأن آخر مع النفخة الإلهية التي سمى بها وشرفه الله على سائر خلقه فتلك النفخة الإلهية هي روحه التي تحتاج كما يحتاج البدن إلى طب إذا مرضت وإلى طعام إذا جاعت وإلى قوت إذا احتاجت وإلى عناية طالما بقيت خفقة الروح تتردد في صدره فإذا أهملها كان أشبه بالحيوان كان أشبه بالحيوان لا يراعي إلا البدن فيعتني بلباسه وهندامه وشعره وطعامه وزينته أشبه بالحيوان إنما العبد المؤمن الذي يعلم شرف الروح التي سمى بها يعتني بها كما يعتني بالبدن سواء بسواء فإنه لا ينسى روحه من طعامها وشرابها وطبها ودوائها وعلاجها أل الروح مثل ما للبدن؟ نعم بل أعظم مما للبدن من عناية ورعاية تصرف إليها الهمم وتستنفذ فيها الأعمار يا كرام خلق الله الجسد من الطين من التراب وجعل غذاءه وعيشه من جنس ما خلق به فقوت البدن مما تخرج الأرض من الطعام أما الروح فجعل الله عز وجل غذاءها وقوتها من المادة التي خلقت منها وهي النفخة الإلهية فلا حياة للأرواح ولا قوت لها ولا طعام ولا شراب إلا بما يأتيها من السماء وما جاء من السماء إلا الوحي الإلهي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد النجاة لروحه والعناية بروحه والسمو بها وطبها وعلاجها فليبحث عنه هناك فيما جاء من الوحي الإلهي فإنها مادة الروح التي منها خلقت ومن غفل عن ذلك فقد ضيع حظ نفسه لن تطعم الأرواح بما تقتات به الأبدان فكيف يقول المصنف هنا يختار من المطاعب أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح غذاء الروح ليس في الطعام الشراب الذي تقتات منه الأبدان لكنها لفتة في غاية العمق تقول لك إن الطعام الطيب تصف به الأرواح وبضده فالمال الحرام والمكسب الخبيث والمطعم الذي ليس للعبد حق فيه فإنه والله ممرض للأرواح جالب لها للسقم والمرض حتى تتلف الأرواح فمن يقتات على الحرام ومن أكل السحت ومن نبت من مال حرام قال عليه الصلاة والسلام فالنار أولى به لأنه لا يغرنك طول الجثة وهامة البدن التي أطعمها كثيرا من الطعام والشراب صاحبها ما لم تكن حلالا يقول رحمه الله الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية ثم قال مع سلامة العبد من تبعته إياك أن يدخل بيتك قرش حرام أو تطعم فمك أو أهل بيتك من زوجة وولد لقمة فيها شبهة من مال حرام فإنها ستكون تبعة إن لم تكن في الدنيا فثق تماما أنها مرصودة في الآخرة والعبد الطيب لا يرضى لنفسه إلا ما سلم فيه من تبعاته فسلامة التبعة أن لا يكون عليه حرج أو مؤخذة أو يكون له حساب وإن قل فإن الآخرة لا يسلم منها العباد إلا بالحساب وتقتص الخلائق يقتص للخلائق بعضها من بعض يوم القيام فذاك ميزان عدل قسط يوم يلتقون عند ربهم أحكم الحاكمين أحسن الله إليكم وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم كذلك أيضا في كل شأنه في الحياة في الزواج والنكاح لا يختار إلا الطيب أن يختار بيتا حلالا طيبا وأن يختار امرأة صالحة طيبة والروائح يختار أطيبها وأزكاها والأصحاب والعشراء جمع عشير وهو من يكون في عشرته معه أكثر من غيره لا يختار إلا الطيبين منهم فروحه طيبة وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه ومشربه طيب وملبسه ومنكحه طيب ومدخله ومخرجه طيب ومنقلبه ومثواه كله طيب جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأولادنا من صفوة عباده الطيبين في الدنيا وفي الآخرة نعم فهذا مما قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون الطيب طيب حتى لحظة الوفاة حتى إذا جاءت الملائكة تنزع روحه قال الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين هذا حال يعني حال توفي الملائكة لأرواحهم هم على هذا الحال طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون نسأل الله الكريم من فضله ومن الذين يقولون لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هكذا تقول الملائكة لهم يوم القيامة سلام عليكم تحييهم إذا أقبلوا على أبواب الجنة وهم يدخلونها سلام عليكم طبتم أين كان طيبهم؟ في الدنيا بكل ما تقدم وصفه طيب المعتقد طيب العبادة طيب الخلق طيب الفعل طيب القول طيب المطعم والمشرب طيب الأصحاب والمعشر طيب الزوجة والمنكح طيب الروائح طيب كل شيء في حياته فبدنه طيب وروحه طيب خلقه وعمله وقوله كل شيء في حياته طيب هناك إذا عاش هذا الجهاد الكريم في الحياة ينتظر أن يقال له يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين من أجل أن حياتهم كانت على هذا الطيب في الدنيا يبشرون تلك البشارة وهم على أبواب الجنة طبتم فادخلوها خالدين ومن الذين يقولون لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وهذه الفاء تقتضي السببية أي بسبب طيبكم ادخلوها وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين كثيرا ما نقرأ ونسمع قول الله عز وجل في سورة النور الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ما المقصود بقوله الطيبات للطيبين سمعت قول المصنف رحمه الله وحكى ذلك إمة التفسير كشيخ المفسرين الإمام الطبري وغيرهم كثير رحمة الله عليهم فسر بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين لأن الله قال قبلها وكل ذلك في سياق الوعيد على من أطلق لسانه بالاعتداء على أعراض المسلمين بالقذف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين قال بعدها سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فكان المتبادر أن الخبيثات من الأزواج والنساء للخبيثين من أمثالهم بمعنى أن الخبث يجتمع مع بعضه كما قال الله عز وجل ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وإذا كان الطيب درجات أعلاه ورأسه طيب المعتقد بالإيمان وتوحيد الله وعبادته وحده ثم إفراده بالعبادة فالخبث أيضا في البشر درجات فما أخبثه الشرك بالله والكفر بالله جل جلاله أخبث البشر على وجه الأرض الكفرة من خلق الله الذين لا يعرفون لله حقا ولم يؤدوا له واجبا أولئك شرار الخلق عند الله أخبثهم والعياذ بالله فكان معنى الآية في أحد تفسيرات أهل العلم الخبيثون للخبيثات أو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات المقصود به الأزواج فالنساء الخبيثات لمثلهم من الأزواج الخبيثين ويكون معنى قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كذلك أن النساء الطيبات للرجال الطيبين وأن الله يخص أهل الإيمان بهذا التقدير لحكمة يعلمها بما يكون فيه إكراما لأهل عبادته من المؤمنين وفسرت الآية أيضا بأن قوله تعالى الخبيثات للخبيثين هذا وصف فيحتاج إلى تقدير موصوف محذوف ما الخبيثات؟ قيل معناه الكلمات الخبيثات للخبيثين وأيضا إذا قلت الطيبات للطيبين معناها الكلمات الطيبات للطيبين بمعنى أن الله عز وجل جعل الطيبين من عباده الكلمات الطيبة التي لا يتكلمون إلا بها ولا يعبدون الله إلا بها وأخبثوا الكلام أخبثوا الكلام ما ينسب إلى الله جل جلاله مما حرمه الله ونفاه عن ذاته العلي بأن ينسب له شريك تعالى الله أو زوجة أو والد أو ولد عياذا بالله فإذا نسب ذلك إلى الله على ألسنة بعض البشر فهذا من شر وأخبث الكلام قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين فإذا كان هنا معنيا أن الطيبات والخبيثات بمعنى الكلمات أو بمعنى النساء والأزواج قال المصنف رحمه الله وهي تعم ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين وبالعكس فالكلمات والأعمال والنساء الخبيثات لمناسبها أيضا من الخبيثين فإذا أبصرت عبد الله نفسك رعاك الله عبدا مؤمنا يعرف لله حقه ويقوم لله بما أمر الله به يجاهل نفسه في هذا الطريق ما استطاع أن لا يراه الله عز وجل إلا قائما بواجب العبودية التي خلق من أجلها فإنه يحمد الله أن سلك به طريقا طيبا يحبه الله جل جلاله نعم والله أحسن الله إليكم والله سبحانه جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار كما قال الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون طيب والجنة ماذا فيها؟ ما فيها إلا الطيبون والطيبات طيب وإذا جاء بعض العباد يوم القيامة فيه شيء طيب وشيء خبير لا يدخل الجنة وفيه خبث بثقال ذر فإما أن ينقى فيعفو الله عنه أو تغلب حسناته على سيئاته أو يظفر بشفاعة الشافعين يوم القيامة أو يرحمه أرحم الراحمين فلا يدخل الجنة إلا منقى مطهرا فإن بقي شيء من خبثه ولم ينل شيئا من تلك المداخل التي يطهر بها العبد فلابد أن يمر على النار عياذا بالله حتى يصفها ولذلك فإن آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل من أهل الإيمان موحد لكنه ممن فرط وأسرف على نفسه فربما استكثر من المعاصي والموبقات فإذا دخل النار عياذا بالله ثم أدركه العفو وخارج منها بعد ما استوفى حقه من العقاء يدخل الجنة وقد تطهر فهذا ميزان عظيم أخبرت عنه الشريعة سيأتي شرحه في كلام المصنف نعم فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيب وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة ودار أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار ودار مزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار أي دار دنيانا هذه فيها الخبيث وفيها الطيب فيها الصالح وفيها الطالح لكنك إذا دخلت الجنة قل إن شاء الله إذا دخلت الجنة فلا ترى فيها حولك إلا طيبة لا ترى إلا زوجة طيبة ولا طعاما إلا طيبة ولا شرابا إلا طيبة ولا جارا إلا طيبة لا تشرب ولا تأكل ولا تتنفس ولا تقع عينك إلا على كل طيب هذه في الجنة خالصة أما هذه الدار ففيها هذا وفيها ذاك ولهذا وقع فيها الابتلاء والامتحام نعم ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك موجب وذلك موجب وذلك موجب الحكمة الإلهية فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دارين فقط الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين وأنشأ الله سبحانه من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذتهم أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوال أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة قاهرة ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وليعلم أعداءه أنهم كانوا هم الكاذبين المفترين لا رسله البررة الصادقون قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين والمقصود أن الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد طيب لا يليق به إلا طيب ولا يأتي إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيب ولا يلابس إلا طيبا والمقصود أن الله تعالى جعل على السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد طيب لا يليق به إلا طيب ولا يأتي إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيب ولا يلابس إلا طيبا والشقي خبيث لا يليق به إلا الخبيث ولا يأتي إلا خبيثا ولا يصدر منه إلا الخبيث فالخبيث يتفجر من قلبه على لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الرجل مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلها فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم اللقاء مطهرا فلا يحتاج إلى تطهير بالنار فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة هذه كلها مكفرات التوبة النصوح الحسنات الماحية كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وكذلك المصائب المكفرة فإن مصيبة العبد في صحته في نفسه في بدنه في ماله في أهله في ولده كلها إذا صبر واحتسب كفر الله بها من خطاياه قال حتى الشوكة يشأكها يكفر الله بها من خطاياه فإذا أراد الله بعبد خيرا وفيه شيء مما واقعه في الحياة خبثا فإن الله يطهره قبل الموافاة نعم ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم يلقاه بمادة خطايا صبيثة ومادة طيبة وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فإدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها فأسرعهم زوالا وتطهرا أسرعهم خروجا وأبطأهم أبطأهم جزاءا وفاقا وما ربك بظلام للعبيد أبطأهم في طهارته من خبث ما لقيه في الدنيا في النار العياذ بالله أبطأهم خروجا منها قال وما ربك بظلام للعبيد فانظر كيف جعل الإيمان كسبيكة من الذهب هي في داخل كل واحد منا وربما أصاب سبيكة الذهب شيء مما يعتريها فتحتاج إلى تصفية وسبك فإذا دخلت النار انصهرت وذابت فتخلصت مما علق بها من الشوائب نعم ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه بل لو خرج منها عاد خبيثا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه لو أدخل الكلب عزكم الله وغمس في ماء البحر وخرج يبقى نجسا فلا يغسله ماء البحر ولو انغمس فيه لأنها نجاسة عينية فلا علاقة لها بتطهير فكذلك نجاسة الكافر قال الله إنما المشركون نجس فنجاسة لا تطهرها عقابات الآخرة نسأل الله السلام فلذلك حرم الله عليه الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأا من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين وأشهدوا وتشهدون أنه أحكم الحاكمين ورب العالمين انتهى كلام المصنفي في هذا الفصل رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بما أورد فيه من كلام بديع وحكمة جليلة واستكثروا ليلتكم من الصلاة والسلام على رسول الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وآله وسلم تصيبون من رحمات ربكم وصلاة ربكم أضعاف ما تصلون به على نبيكم صلى الله عليه وسلم فعليه صلى الله ما سطى عضيها وترنمت وارقاء بالأشعار وعليه صلى الله ما التفت دجا وتردت ذكراه في الأقطار صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك عليه وارزقنا يا رب علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاءا من كل لداء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام واختم لنا بالحسن وبلغنا ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النور